ما العوامل التي تؤثر في تنمية مهارات الاستماع؟ تشمل هذه العوامل أولاً معدل الإلقاء أو السرعة والطلاقة التي يتحدث بها المتحدث اللغة المنطوقة غالباً ما تتصف بالسرعة لذلك يجب على المستمع أن يكون هو الآخر سريعاً في عملية بناء المعنى واستخلاص المضمون ولا بد أن يقوم بهذه العملية بكفاءة عالية لماذا؟ لأن المستمع أي مستمع لا يمتلك رفاهية الوقت للتوقف من أجل أن يعيد تنظيم النص المسموع واكتشاف المعنى فعملية الاستماع عملية منطلقة مسترسلة وبناء المعنى فيها يتم بصورة أوتوماتيكي ولعل هذا فارق مهم بين عملية الاستماع وعملية القراءة في عملية القراءة يمكن للقارئ أن يعود إلى جملة سابقة أو أن يبدأ قراءة النص من أوله أو أن يستعين بمعجم أو قاموس للكشف عن معنى كلمة أو أن يستشير من بجواره لكن في عملية الاستماع تغيب كل هذه المساعدات والإمكانات وعلى المستمع وحده أن يبني المعنى وأن يستخلص المضمون وأن يصل إلى النتائج وأن يفعل كل هذا بسرعة تعادل سرعة المتحدث في إلقاء الكلام سرعة المتحدث في إلقاء الكلام يطلق عليها العلماء معدل الإلقاء وهناك قاعدة يتفقون عليها في مواقف التحدث لاستماع هذه القاعدة تشير إلى أنه كلما ازداد معدل الكلام فإن ذلك يؤدي إلى تناقص ألفة وإذا كان معدل الكلام سريعا جدا فإن عملية الفهم تفشل معنى ذلك أنه لا بد على المستمعي أن يرتب عملياته العقلية وقدراته الذهنية لتسير بسرعة تتوافق مع سرعة المتحدث في إلقاء الكلام حتى يستطيع أن يستخلص المعنى وحتى يستطيع أن يفهم الرسالة التي يريد المتحدث إرسالها إليه هناك بعض المحاولات التي سعت إلى تصنيف المحتوى المسموع من حيث سرعة المتحدث نجد مثلا أن قراءة أو الاستماع إلى الأخبار تأتي في المستوى الأول من السرعة أيضا المقابلات تأتي في المستوى الثاني من السرعة الاستماع إلى المحاضرات الملقاة على مجموعة من الجماهير تأتي في المستوى الثالث من السرعة هناك عامل آخر يؤثر في الاستماع هذا العامل يتصل بالنص المسموع أو طريقة تنظيم النص وترتيب الأفكار وربطها مع بعضها البعض إن النص المسموع غالبا ما يتسم بالإيجاز والقصر بخلاف النص المقروء الذي يكتظ دائما بالمعلومات والجمل والصور التوضيحية التي تظهر للقارئ هدف الكاتب والتجاهاته لذا فإننا نصف النص المسموع بأنه قصير جدا فيما يتصل بالجمل والتراكيب والأبنية وإن كانت هناك بعض التلميحات الوجهية والجسدية التي تصدر من المتحدث إلى المستمع وهي تلميحات تساعد المستمع في بناء المعنى وتساعد المتحدث في أن يقلل من عدد الكلمات والجمل المسهبة في التفاصيل والوصف إذن فطريقة بناء النص المسموع وطريقة تنظيم الأفكار داخل هذا النص وطريقة ترتيب هذه الأفكار وكيف ترتبط كل فكرة مع أخرى من العوامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى الفهم للنص المسموع كذلك العامل الثالث يتصل بالذاكرة الفعالة لدى المستمع أو قدرة ذاكرته العاملة على الاستيعاب فلا شك أن المستمع في موقف الاستماع يقوم بتشغيل عدد من العمليات العقلية التي تمكنه من أن يسترجع الصور الذهنية أو السمعية أو غيرها من الصور الأخرى التي مرت به في الماضي أو الحاضر هذه العمليات العقلية يطلق عليها الذاكرة الحسية وهي قصيرة بمعنى أن قدرة الذاكرة الحسية على الاحتفاظ بالمثيرات والمعلومات قدرة بسيطة جدا ولذلك يلاحظ على العديد من أنشطة الاستماع أنها تركز على استعادة المعلومات من الذاكرة الحسية أو الذاكرة قصيرة المدى أكثر من تركزها على أنشطة المعالجة نفسها وذلك مثل تخزين الاستماع الذي يجتمل على قطعة والاستجابة إلى الأسئلة من نوع الصواب والخطأ مثل هذا النوع من الأسئلة يركز على الاستجابة من الذاكرة بدلا من التركيز على الفهم ومعالجات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بشكل مبسط أن النص المسموع يجب أن يتضمن مثيرات للفهم أكثر مما يتضمن من مثيرات التذكر لأن تركيز النص المسموع على تشغيل الذاكرة يؤثر على مستوى الفهم في حين أن تركيز النص المسموع على تشغيل عمليات الفهم وعلى تشغيل عمليات المعالجة العقلية العليا تعطي المستمع فرصة لأن يستخلص المعنى ولأن يبني هذا المعنى بشكل صحيح أخيرا فإن من العوامل المؤثرة في الاستماع عامل يطلق عليه الإنسماعية وهذا المصطلح يشير إلى أن النص قابل للإنسماع أي قابل للإستماع والفهم الصحيح الإنسماعية تعادل مصطلحا آخر يستخدم في مجال دراسات القراءة هو الإنقرائي الإنقرائية تشير إلى قابلية النص للقراءة والفهم والإنسماعية تشير إلى قابلية النص المسموع للإستماع والفهم الصحيح الإنسماعية من أكثر العوامل التي تؤثر على الفهم وتؤثر على تنمية المهارات فالنص عندما يكون قابلا للإستماع ومناسبا لمستوى المستمعين فقد اتفق جميع الباحثين أنه يسهل على المستمع أن يستخلص المعنى من هذا النص ولذلك نوع النص من أهم العوامل المؤثرة في عمليات فهم المسموع فنشرت الأخبار مثلا أكثر صعوبة في الفهم من المحادثة هذا يفرض علينا في مواقف تعليم الاستماع أن نحسن انتقاء المواد والنصوص المسموعة في ضوء مصادر القدرة على الاستماع وقابليتها للفهم من جانب المستمعين إذن العوامل المؤثرة في الاستماع تشمل معدل الإلقاء أو السرعة طريقة تنظيم النص التركيز على عمليات الفهم بدلا من التركيز على عمليات التذكر أن يكون النص قابلا للإنسماع أي قابلا للإستماع والفهم الصحيح ترجمة نانسي قنقر